السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ أرآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آلست نارا لعلي آتيكم منا بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يفدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلم أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وابم يبكي إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ونسر لي أمري وحلم عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزلي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بلا بصيرا حسبك يا عباس بارك الله فيك السؤال الثالث والأخير اقرأ من قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدرون وقرأوا الليل والنهار علم أن لن تحسوا فتاب عليكم فقرأوا ما تأسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تأسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله وفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر